السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء رح ناخذ قانون التباديل قانون التباديل طلاب العزاء هو B انتبه على الرمز B N من R ليش أقولك انتبه على الرمز لأنك موضوع آخر ناخذ غير رمز B N من R مضروب N على N ناقص R مضروب مضروب N على N ناقص R مضروب طلاب شن ال N و شن ال R مجرد أرقام مثل ما رح نطيكم للسؤال جد قيمة كل مما يأتي تباديل 7 من 2 طلاب القانون مثل ما قلنا مضروب N يعني الفوق مضروبة يعني مضروب السبعة على 7 ناقص 2 مضروب فشو بطلاب أول ما تجي تحل تحل تجول مقام عوف الفوق 7 ناقص 2 5 مضروب الفوق من تجي تسوي الفوق تقول 7 مضروب السبعة 7 في 6 في 5 مضروب ونوقف ليش نساوي الفوق بتجوه حتى نقدر نختصر طلاب يعني نقدر نكمل إحنا 5 في 4 في كذا فراح أصير مضروب الخمسة يروحوا مضروب الخمسة فيطلع عندي شنو فراح يبقى لي 7 في 6 42 7 في 6 42 بها الطريقة السهلة هاي زين فهنا طلاب كمنا السؤال أول راح نجع ناخد السؤال آخر مجموعة أسئل حد ما أنه تفهمون الموضوع إن شاء الله مضروب التسعة مضروب التسعة على تسعة ناقص ثلاثة مضروب فنجي أول ما نجع عالجوه تسعة ناقص ثلاثة يصير 6 مضروب الستة هنا نوقف لحد الستة نقول تسعة في ثمانية في سبعة في ستة مضروب مضروب حتى ليش حتى نقدر نختصر حتى نقدر نختصر طلاب العزاء نقدر نختصر مضروب الستة ويوم مضروب الستة فنجي هنا نظربهم سهلات تسعة في ثمانية أو ثمانية في تسعة يساوين تثنين وسبعين ثنين وسبعين في سبعة تيجي تضربهم ثنين وسبعين في سبعة هحصل عندك أربعة عشر تسعة واربعين خمسين هحطلع لك خمسمية وأربع الناتج ابكل سهولة واضح موضوع سهل وبسيط مرقم ممكن تجيك أسهل من هاي الأرقام هسه مضروب الاثنين في مضروب على مضروب أربعة أربعة ناقص اثنين مضروب فهناي طلاب مضروب الاربعة نجي نعوفه مضروب الاربعة ناقص اثنين يطلع لي مضروب الاثنين مضروب الاربعة أربعة في ثلاثة في اثنين ونقف الحد مضروب الاثنين يروح مضروب الاثنين ويا مضروب الاثنين تبقى عندي أربعة في ثلاثة اثناش أربعة في ثلاثة اثناش هنا طلاب العزاء هذا راح يكون واجب عليكم بالإضافة إلى مضروب الخمسة من مضروب الاثنين هذا الطلاب راح يكون تباديل بالنسبة لكم تحلوها وإن شاء الله التوفير مع السلامة